موسيقى غادرت الشابة البريطانية التي كانت تعيش متشردة في شوارع طانطان صباح اليوم الاثنين الى بلادها وجرى نقلها مباشرة الى المستشفى المحلي ويأتي هذا المستجد بعدما تدخلت مصالح عمالة قليم طانطان اترة توصلها الى معلومات بشأن سائحة اجنابية بريطانية الجنسية متشردة في مدينة طانطان حيث قامت السلطات المحليمية حملت تمشيط واسعة نطاق في مختلف انحاء الاقليم حيث تم العطور عليها مساء اليوم نفسه داخل بناية مهجورة في المدخل الجنوبي لمدينة طانطان وحسب ذات المصدر فانه بعد الحديث مع السائحة تم التأكد من هويتها وتبين ان المعنية بالامر تحمل جواز صفر بريطاني ساري المفعول ودخلت الى المغرب يوم 8 فبراير جاري عبر ميناء طانج المتوسط بطريقة قانونية وحلت بمدينة طانطان قادمة من مدينة اقادير الجمع الماضي اضاف ذات المصدر ان بعد اخبار المعنية بالامر بان تواجدها في هذا المكان المهجور يشكل خطرا على حياتها وعليها التوجه الى داخل المدينة وبما انها لا تتوفر على المال الكافي حسب ما صرحت به فقد تكلفت السلطة الاقليمية بحجز غرفة لا في فندق تيكساس في المدينة وخلف انتشار صور شابة البريطانيا متشردة في المغرب تعاطفا كبيرا من لدن روادي مواقع التواصل الاجتماعي الى اللقاء الى الخبر القادم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب شكرا لكم